ايه بقى اهداف المؤتمر العالمي للصحة والسكان في نسخته التانية؟ الاستمرار طبعا على الخدمات اللي بتتقدم بقى الصحية ورفع جودة الخدمات لان الخدمات اللي بتقدم دي لازم تكون في مستوى احتياجات المؤتمر واحنا الدولة خادت خطوات كبيرة جدا في تحسين الخدمات وعندنا كمان يعني يمكن من الحاجات المهمة جدا التأمين الصحي الشامل بس احنا لسه موجودين في كام محافظة عدد قليل فبالتالي بقية المحافظات لسه منشتغل على ازاي نحسن جودة الخدمات ازاي المواطن يلجأ للخدمات الموجودة بشكل صحيح ما ترجعش متأخر للخدمة لما تكون دخلت في مضاعفات ازاي الناس يبقى عندها وعي عشان كده يمكن اعتماد المؤتمر وتركيزه على مشروع بداية للتنمية الإنسان مهم جدا لانه بيعتمد على الوعي لان بداية لتنمية الإنسان هي وعية أساسا وتنمية البشرية وهو برضو جزء وركيزة أساسية من أهداف المؤتمر بالزبط ازاي اوعي الناس بان انا لازم اروح اخد الخدمة اعمل الفحوصات دي ازاي اوفر له الاماكن ويبقى عنده الوعي الكافي يروح فين عشان ياخد الخدمة اللي هو محتاجها كل دوت لان عندنا 100 مليون صحة كانت تجربة هيلة وقدرنا نوصل بيها وقشار بيها رئيس منظمة الصحة العالمية لانها تجربة فعلا كانت رائدة واحنا محتاجين ان احنا نستمر فيها بس نستمر اكتر بوعي المجتمع انا عشان خاطر اخ روح اخد الخدمة لازم ابافاهم ان انا لو ما روحتش عمل الفحوصات في الوقت المناسب ده قدى ان انا هدخل في مضاعفات ومشاكل صحية اكتر فالوعي به الموضوع ده مهم جدا كمان من الحاجات اللي يمكن مركز عليها المؤتمر حيث السكان بقى استراتيجية القوامية للسكان والتنمية احنا خدنا خطوات برضو كبيرة جدا في موضوع الاستراتيجية للسكان والتنمية وكان فيه مشاريع قامت على ازاي تسريع الاستجابة للقضية السكانية واشتغلت في 27 محافظة ويطلع منها نتائج هيلة من ضمن الجلسات الموجودة في المؤتمر جلسة لعرض نتائج هذه المشروعات وازاي قدروا فعلا ان هم يعملوا وعي مجتمعي عن القضية السكانية وعن مشاكل النتجة عن الزيادة السكانية المؤتمر بيقدم يمكن تصور كمان للحاجات الجديدة او الخدمات الجديدة الموجودة عالميا اللي ممكن يمكن تطبيقها في مصر او في اي دول لان هو مؤتمر مش لمصر بس هو مؤتمر عالمي فبالتالي كل دولة وعندها مشاكلها اللي هتتكلم فيها وهنبتدي نشوف كل دولة احتياجاتها ايه وتاخد من الافقار الجديدة او التجارب اللي كانت موجودة في دول اخرى متى استفيد منها وتبتدي تطبيقها تبادل ما بين الافقار والتجارب وكل الحاجات دي